زي ما قلت لكم إن شاء الله بعد الراحة اللي خدتها الفرقة النهاردة هيكون معسكر 48 ساعة عشان أو 24 ساعة أو 24 ساعة بقى عشان تساعد المباراة في دورة مباراة في منطقة الأهمية ومواجهة صعبة بكل تأكيد مع فريق فاي يبدو النفاي السنة دي وزي ما قلنا هو المنافس الأول وهو المتصدر الحالي لجدول الترتيب ولكن الأهل دي طبعا مباراة معجلة ويمكن في نفس الموضوع ده يمكن كابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة في الأهلي قال إنه الفريق خد تلات نقاط مهمة جدا في مشوار دوري الأبطال والمواجهة كانت صعبة وكان ممكن جدا أنها تهرب من نادي الأهلي بسبب حاجات كتير ممكن تحمل جزء من المسئولية على التحكيم أعتقد أن الحكم الأنجولي مباراة ما كانش موفق على الإطلاق في إدارة المباراة وتغاضى عن أخطاء تحكمية أو غلطات لفريق مريح كتيرة جدا ومنها أخطاء كانت مؤسرة أعتقد منهم على الأقل تأدير ضرب الجزاء للنادي الأهلي لكن توقع ده وتوقع أنه ده يتكرر كمان في مشوار الأهلي السندي بالذات يعني فكرة أنه الأهلي ياخد ثلاث ألقاب دوري أبطال وراء بعض فكرة مش هيتقبلها البعض بسهولة وحط تحت البعض دي بقى حاجات كتيرة أندية وحكام وحاجات كتيرة جدا ففكرة هتبقى صعبة أنه الناس تبلحها يعني فتوقع أنه يكون فيه عقبات كتيرة جدا محطوطة في طريقك وتعامل على أنها عقبات طبيعية لابد أنك أنت تتعامل معا مش معنى كده أنه الأهلي يسكت عن حق عشان برضو فيه ناس بتأول أو بتفصل الكلام على هواه مش معنى كده أن الأهلي يتنازل عن حق وزي ما كابتن خطيب أعتقد اتكلم مع جمال علام رئيس التحاد الكورة ومع أحمد دياب رئيس ربطة الأندية في فكرة العدالة التحكمية وتكافؤ الفرص أعتقد الأهلي أبدا لن يتخزل فيه الدفاع عن حقوق المشروع النقطة التانية الحقيقة هي كلامه على مواجهة بيرامدز اللي بيعتبرها في غاية الأهمية أنا قلت لكم أنها مباراة تقربنا مش تقربنا لأنه لسه بدري احنا الموسم يعتبر في الدولي لسه في أوله لكن هتبقى ضربة قوية جدا للمنافس الأكبر لك الموسم ده اللي واضح أنه يعني شاحن بطارياته بيرامدز الحقيقة السندي يبدو أنه جاهز لمنافسة حقيقية على اللقب صحيح الدولي بيحتاج نفع صويل وصحيح بيرامدز بيفقد واحدة من أهم أسباب تحقيق البطارات الظاهير الجماهيري لكن مدى ما يمنعش أنك أنت فوزك بالمباراة دي يبعدك بشكل كبير جدا ويقلل من حدة المنافسة ويديك مساحة من الهدوء بدل ما تبقى مضغوط طول الوقت في التحضير اللي جاي لأن أنت بفوزك بالمباراة دي تبعد أو تفرق عن بيرامدز بنقطتين هيكونوا مهمين جدا وخصوصا أنك أنت كمان هيكون عندك مباراة مؤجلة ويبعدك كمان عن الزمالك اللي ممكن وارد جدا يرجع أو يدخل في الصورة بقية شكل من الأشكال